السلام عليكم في ذل الطرف اللي كامير منا الفريق وفي ذل عدم إمكانية تسريح الفرق اللي أم لاعبية في المركات الشتوي وفي ذل عدم إمكانية تجرب اللاعب عنده كونترا مع فرقته وفي ذل خروج كل من الواسلة ومبينغي وعصام الراقي وفي ذل محدودية العناصر البشرية والخيارات التقنية لدى المدرب أخوان كارلوس قريدو يتم التوقيع معها عبد العظيم خضروف خضروف ماشي هو دك السوبر هيرو اللي غي حلنا جميع المساكل الداخل التيران لكن نشوفه أج ممكن نستفده منه وكيفاش قريدو ممكن يوظفه كما هو معروف وفي أخير الطاورات قريدو كيلعب ربعة جوج واحد ثلاثة وقدرنا نظرة على الأسماء الموجودة في مركز اللاعب عبد العظيم خضروف سوف يكون دائما engage مع العباددى ومبينغ كبؤ اللاعب عبدец وز lance زكريا حضروف وال sau sogar取 blown سوى من amazon 4 3 3 4 4 5 6 6 6 5 6 6 6 2 7 7 7 7 7 7 7 5 8 7 8 7 8 9 7 8 9 10 10 9.11 11 11 12 12 13 13 13 1029 2221 عندما يعني أن اللاعب عبد العظيم خضروف سيكون بديل quiénじدر 406 1013 يجب أن نعرف مميزات أكثر للعب على العظيم الخضروف عند دخول على العظيم الخضروف سيقوم بجوز الأدوار يجب أن يقوم بجوز الأدوار يجب أن يخرج الخريجة للصندوق يجب أن يلعب كرة في البروفوندور سواء للعب يجب أن يقوم بجوز الأدوار سواء للعب بالحالب سواء للحافيدي في حالة لعب عبد العظيم الخضروف كارولايور زكريا الهلالي ومونير العبادي فرص اللاعب فيه سوف نرى عبد العظيم الخضروف يؤدي جيدا خصوصا أنه مركز بشكل جيد عند الاستلام وفي عملية بناء اللاعب عند الاستلام من كل من جواد الياميق وبعض البانون لكن في الشق الهجومي وفي الثلاث الأخير من الملعب سنرى بأن عبد العظيم الخضروف يتميز بميزة جيدة جدا يجب أن يجب أن يجب اللاعب في العمق سواء عن طريق التمرير في ضهر الدفاع أو بين الخطوط لكن الميزة الأبرز اللي يتميز بها عظيم الخضروف هو أنه يبقى مؤمن بلاكسيو ويطلع مثلا في حالة أنه كانت الكورة عند اللاعب لعب كورة مع زكريا حذراف فإنه يبقى مؤمن بأنه يقدر السجل ويمشي مباشرة للصندوق من أجل استلام الكورة كما في عظيم الخضروف يلعب كورة طويلة في تجاه المعاجم ويتجه مباشرة للصندوق ويستجل الهدف وفي الأخير أتمنى النجاح الوافد الجديد لأنه بنجاحه وبنجاح باقي اللاعبين ستنجح الرجاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر